وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني إن السلطتين التشريعية والتنفيذية ماضيتين قدما في إقرار القوانين الإصلاحية جاء ذلك خلال اللقاء أجراه المومني مساء أمس مع برنامج نبض البلد على رؤية تطرق فيه أيضا إلى أبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية التقرير التالي يجمل أبرز مضامين اللقاء في معرض حديثه عن القوانين الإصلاحية أكد المومني أن الحكومة ستشرع الأسبوع المقبلة في فتح النقاش حول مشروع قانون الانتخاب الذي سيوضع على أجندة الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة مضيفا أن التصور الحكومي للقانون مكتمل في وقت امتدح فيه قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب مؤخرا قائلا إن واقع الخدمات البلدية سيتحسان وسيتوقف الهدر المالي في البلديات قلنا سنقدم تصورنا بشأن موضوع الصوت الواحد من عدمه قلنا سنقدم تصورنا بموضوع التوزيعات للدوائر الانتخابية هذا أيضا من الموضوع التي تطرح باستمرار والتمثيل وأيضا بموضوع القائمة الوطنية نمتلك تصور سوف ننطلق بهذا التصور عندما ننجز قانون اللامركزية لماذا لا نرفع سن التقاعد في الوظيفة العامة؟ وحول تصريحات سور بخصوص رفع سن التقاعد أوضح الوزير أن أي قرار بهذا الشأن سيتخذ بعد إجراء دراسات مستفيدة لعوامل معدل عمر المواطن الأردني والبطالة وعجز الموازنة والنفقات الجارية والقطاع العام وحجمه وغيرهم مضيفا أن الحكومة صارمة بمحاربة البيروقراطية ومعيقات الاستثمار تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك إقليميا أعاد المومن التذكير بدور الأردن والهاشميين في حماية المقدسات في القدس مبينا أن الوضع تحسن هناك بعد لقاء جلالة الملك بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو وبشأن الحرب على الإرهاب أكد المومن استمراريتها دون هوادة حيث تمكن الأردن من سحب البساط من تحت أقدام الإرهابيين وحصن الدولة من شرورهم كاشفا عن وجود اتصالات إدارية مع الجانب السوري على المستوى المتوسط لفتح معبر جديد بين الأردن وسوريا شرق السويداء وهو الأمر الخاضع للدراسة مشيرا إلى أن أي توجه لإنشاء منطقة عازلة مع سوريا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي نحن لازلنا جزء فاعل ونشيط وقائد في التحالف الدولي ضد الإرهاب نؤمن إيمان مطلق أنها حربنا وندرك تمام الإدراك بضرورة أن يكون هناك وجه إسلامي وعربي لهذا الحرب لأن التنظيمات الإرهابية تقول أن هذه الحرب هي حرب غربية ضد الإسلام حرب صليبية ضد الإسلام من كل هذا الكلام الكاذب لأنها تنظيمات إرهابية تريد أن تخدع الشباب وتخدع الناس حتى تجندهم نؤمن تماما أنه واجبنا الديني وواجبنا الحضاري وواجبنا العروبي والإنساني أن نحارب الإرهاب الموضوع العراقي كان حاضرا في اللقاء حيث أعاد الوزير تأكيد استمرار دعم الأردن للعراق في محاربته للإرهاب واستمرار الاتصالات معه لحل إشكالية إغلاق حدوده مع الأردن إغلاق كبد الاقتصاد الأردني خسائر كبيرة